موسيقى المعادر الاقتصادي من قناتكم الجزائر الدولي أهلا بكم بداية قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانت ييلين إن الولايات المتحدة لا تمانع استمرار الهند في شراء كميات النفط الروسية التي تريدها وبأسعار أعلى من السقف الذي ستعلنه إن الولايات المتحدة لا تمانع استمرار الهند في شراء كميات النفط الروسية التي تريدها وبأسعار أعلى من السقف الذي ستعلنه مجموعة السبع الكبرى لكن بدون استخدام الخدمات الغربية الحد الأقصى المقرر فرضه على أسعار النفط الروسي سيدفع أسعار الخام للهبوط عالميا كما سيقلص الإرادات المالية الواردة للحكومة الروسية ارتفعت أسعار النفط عند تعاملات الجمعة بدعم التفاؤل بشأن تعافي طلب الصيني على الخام مع استمرار هبوط الدولار الأمريكي شهدت العقود الأجلة لخام برانت القياسي تسليم شهر جونفي ارتفاعا بـ 2.5 ليصل إلى 95.99 دولار عند التسوية لكنها سجلت خسائر أسبوعية بـ 2.6% كما سعد سعر خام غرب تكساس الأمريكي تسليم ديسمبر بنحو 2.9% ليسجل 88.96 دولار للبرميل ارتفع عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الفارض في حين استقرت منصات التنقيب على الغاز الطبيعي حسب التقرير الصادر عن شركة بيكر هيوز زاد عدد منصات التنقيب عن النفط في أمريكا بـ 9 حفارات ليصل الإجمالي إلى 622 حفار خلال الأسبوع الماضي أضفت الشركة الأمريكية أربعة حفارات للتنقيب عن النفط في حوض بيرميان خلال الأسبوع المنصرم ليرتفع الإجمالي إلى 347 حفارة قررت بورسة لندن للمعادن عدم حظر التسليمات الجديدة للمعادن الروسية في تطور سلبي لبعض المنتجين الغربيين الذين طلبوا البورسة بهذا الإجراء وقالت بورسة لندن للمعادن في بيان لها على الرغم من وجود بعد أغلاقي واضح فيما يتعلق بالقبول العالمي للمعادن الروسية تعتقد البورسة أنه لا ينبغي أن تسعى أن تفرض أي أحكام أخلاقية على السوق الأوسع آخر خبر في النشرة الاقتصادية الصباحية يمكنكم متابعتنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة إلى اللقاء اشتركوا في القناة